السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الثلاثة خمس آذار مارس القمر اليوم استقر عنا في برج الجدي ورح يظل موجود في برج الجدي لغاية الساعة 12 و 38 دقيقة من بعد منتصف ليل يوم الأربعة على الخميس لا ينتقل القمر بعدها لبرج الدلو القمر الآن موجود في منزلة ساعة ذابح وهي للعلاج والفراق والخلاص أو الحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 7 و 43 دقيقة مساء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة ساعة بلع وهي للعلاج والفراق وإطلاف الأموال والحرية القمر اليوم بما أنه موجود في برج الجدي فمنصبح في هذا اليوم أكثر عقلانية من حكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا مندرك أنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة والبعض ممكن يكون متشائم علينا أن نعمل بجدية أكبر وأن لا نعتمد على الحضوظ يمكننا بدء عمل جديد أو شراء قطعة أثرية أو اتباع نظام غذائي ومتابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة 3 و 37 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش منصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر ابتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة 36 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولك إنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة بنحضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كمانها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم عندنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والتحال وجهاز التوازن طبعا بالنسبة لهذه الأعضاء اليوم لا تصلح لإجراء العمليات الجراحية لإلها إلا إذا كانت الطرارية أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم فما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة أيضا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر للأشخاص اللي بعانوا من كثافة الشعر وبدهم يتخلصوا منه يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر في الجدي يعني قلو المسار القادم رح يكون الساعة 7 و34 دقيقة مساء يوم الأربعاء ورح يستمر حتى تمام الساعة 12 و38 دقيقة بعد منتصف ليل الأربعاء على الخميس لا يستقر القمر بعدها في برج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 24 يوم الساعة 12 و11 دقيقة مساء أو بعد منتصف هاي الليلة بيصير 25 يوم يعني طيلة اليوم هو 25 يوم نسبة الإضاءة 26% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 23 سعيدة بنسبة 45% الآن ساعة الظهر سعيدة بنسبة 60% القمر في الجدي حتى يوم 7-3 منتحس الآن بنسبة 10% ساعة الفجر سعيد بنسبة 60% ساعة العصر سعيد بنسبة 85% عطارة في الحوت حتى يوم 10-3 منتحس الآن بنسبة 50% ساعة الفجر منتحس بنسبة 10% الزهرة في الدلو حتى يوم 11-3 منتحس بنسبة 50% المريخ في الدلو حتى يوم 22-3 منتحس بنسبة 40% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل بتتركز جهودكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين خلال هذا اليوم وبوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة ولكن ما بينفعك العناد والتحدي حتى لو اشتدت الضغوط بل برر عملك وظهر مهارتك ممكن تكون الظروف معقدة وصعبة وإنت طباعك وأفكارك مشتتة وعصبي نتيجة الغضب أو الاضطراب برج الثور ابتنشطوا في مجال السفر والاتصالات لبعيده وبتزداد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم أهمش إنك ما تجعل شيء يحبطك فالتطورات غنيهة بالفرص المناسبة ابتنحسر عواصف الأيام الأخيرة وبترتفع المعنويات وبتطمئن خواطرك نسبيا فترة مناسبة للسفر ولور أرشاد العمل برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة بتعيد تنظيم أموركم المالية والفرصة متاحة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة إلى الرعاية أهم شيء إنك لا تتشبث بمواقفك المتصلف ويكون مرن ومبتسم ناقش بليوني ودبلوماسي وتكلم وعبر عن أراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة وابدأ يومك بروح رياضية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل مشترك الأجواء ممكن تكون متوترة شوي عشان هيك بدك تركز بشكل جيد وما ترتجل الأجواء ضاغطة نسبيا والمسؤوليات عليك كبيرة فعشان هيك ما بينفعك العصبية هدى من روعك وما تنفعل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بيبدأ العمل بالتراكم لديكم هيك انتو عندكو قدرة عالية على إنجاز قسم كبير من التزاماتكم ولا تهملوا صحتكم هاي فترة عمل جيدة هحاول انك تكون اكثر انضباط وتنظيم ممكن تنشغل بامور صحية او رياضية فحافظ على استقرار وضعك الصحي وممكن تقلق بشاين احد المعاونين او زملائك بالعمل او احد الاصدقاء وممكن يكون في عمل جديد بالنسبة لموليد برج العذراء تشتد رغبتكم في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للناشاط فني او ممارسة هواي مثلا هاي الفترة بتحمل اجواء سحرية ومفاجآت سعيدة وبتكون نظرتك للحياة متفائلة وممكن تندم على تصرفاتك الاخيرة وتحاول ترتيب بعض الامور فترة بناءة وايجابية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتفضلوا اليوم التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية وبوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم بتبدو شوي مضطرب ومرهف الحس بعض الشيء حسسيتك الزيادة وممكن تشعر بالارتباك او تغضب بسرعة فعشان هيك بدك تتجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم القاء اللوم على الاحبة فيه اليوم اعمال وانشغالات منزلية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ويعتبر هذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان او جراء مقابلة وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتك مناقشة الامور الصعبة وطرح افكار جديدة وممكن تحصل على فرصة جيدة تبرر من خلالها مشاعرك او تبرر مواقفك وبتنشطه بالتنقلات والاتصالات برج القاوس بالنسبة لموليد برج القاوس طبعا اليوم بيحمل لك فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل اضافي منكم اشخاص ممكن يحصلوا على هدية او جائزة وممكن تحتاج لمساعدة جهة ما الكواكب بتعمل لصالحك وبتسهل كثير من الامور لإلك واهمش انك ما تسمح لأي شخص بانه يغشك كون حريص على امهالك وممتلكاتك وعزز وضعك المالي بشكل جيد برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتبدأوا اليوم فترة ايجابية بتعيدلكم نشاطكم المفقود وبوسعكم السيطرة على زمام الامور حاولوا انه تجدوا اي شيء جديد انتو اليوم بتبحثوا عن امر مميز ورح تلاقوه بتعيشوا فترة واعدة من الافراح والنجاحات وتعتبر هاي الفترة فترة ممتازة جدا حاول انك تدخل التنويع لحياتك الشخصية في انفراج وفي تسوية وايضا في خبر برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وانجاز الكثير منها اخلدوا للراحة هاي فترة محبطة وفارغة تماما من كل خبر وحسم حاولوا انهاء الشهر بسلام ممكن تواجه ضغوط او عراقيل او امتحانات صعبة وممكن تخسر صفقة تجارية او تحزن لخبر ما لا داعي للتسرع اصبر لحديث ما يوصل القمر لعندك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء ومنكم اشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتميلوا للتواصل مع الاخرين وممكن تنجحوا في حش التأييد او دعم وممكن ان اشخاص تضامن معك بتتحمس للقاء الناس وللتعارف ممكن تسافر او تنضم لجمعية او تهتم لشؤون اقارب الشريك الاجواء الاجتماعية ممتازة فاستغلها لصالحك هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء